بعد ما تعلمنا الـ Events بالـ JavaScript كذلك إنشاء العناصر وإضافتها إلى الدوم راح نشوف الآن مثال يجمع لأن هذا الأشياء مع بعضها البعض اللي راح نسويه هنا مثال بسيط بحيث أنه راح ندخل عنوان الكتاب في هذا الحقل النصي نضغط على زر Add Box بعدين راح نضيف لي إلى قائمة الكتبة الموجودة هنا طيب اللوجهة الخاصة بالعملية هو اللي يهمني أول شي راح نقرأ القيمة الموجودة هنا بعدين نضيف Event لهذا الزر بعدين ننشأ Element الـ Text Node راح يكون عبارة عن القيم اللي راح يدخلها في الحقل النصي بعدين نعمل Append إلى UL فاللي نسويه بشكل بسيط أنه طبعاً الحل راح يكون بأكثر من طريقة أكيد بس خلالنا نشوف الحل اللي أشياء اللي احنا تعلمناها من قبل فممكن مباشرة نضيف Event لهذا الـ Button وكل الكود راح يكون بداخل هذا الـ Event لا تصير إلا من يضغط على هذا الزر أو ممكن أن تقرأ القيم برا يعني فيه أكثر من طريقة تمام فمباشرة راح نسوي Event راح أخذ أنا هذا الزر وممكن تأخذون الـ Form لو حابين واتفر كلا تعتبر سريع راح أخذ أنا الـ Form طبعاً هنا ما نحتاج Form كونه ما راح نرسل بيانات إلى سيرفر ممكن مباشرة نقدر نحذف هذا الـ Form ونكتفي بالـ Text Feed وهذا الـ Button لكن مو مشكلة راح نأخذ إحنا الـ Form ونبدأ نشتغل عليه هذا راح نقول Let Form إذا Let Form equals Document That Get Element By ID اللي هو عبارة عن نسمينا إحنا تقريباً الـ Form طيب الآن الـ Form راح نضيف لـ Action Listener أو Event Listener اللي هو عبارة عن Submit نوع الـ Event هنا راح يكون Submit إذاً Submit ونبدأ الآن نجيب الـ Callback Function بهذا الشكل ممكن تستخدم arrow function لو حابين يكون أزيان عشان إكما سكريبت 6 طيب الآن إيش راح نحتاج نسى أول شي نحتاج نقرأ القيمة الموجودة في هذا الحق النصي فعشان نقرأ هذه القيمة نشوف إيش اسم الحق النصي تبعها الـ ID حقه Book Title فإذاً بداخل هذا الـ Scope نقدر إحنا نعرف متغير نسميه مثلاً Box Title أو Book Title إيش يساوي يساوي document.getElementById نعطيه الـ ID الخاص فيه إحنا ما نبغى طبعاً الحق النصي أوكي نبغى القيمة الموجودة فيه عشان كده راح نقول Value أوكي بهذا الشكل تمام إذن Value أوكي تمام طيب لو بتشوف وخلو أسوي Log للـ Book Title إذن Book Title الحين نحتاج قائز بتلاحظوا حاجة الآن هنا أن الفورم راح يرسل أوكي فلازم نمنع إحنا هذا الشيء تمام عشان كده راح نستقبل Event كـ Object زي ما شفنا في الدروس اللي راحت وأسوي له Event أوكي أمنع التعامل افتراضي أوكي بعد كده أقرأ القيمة الآن لو بنلاحظ شايفين قاعد يطبع علي تمام إحنا ما نبغى نطبع نبغى ناخذ الآن هذا القيمة ننشأ element ونضيفها إلى الدعم أوكي فالفكرة راح نيجي بشكل بسيط راح نقول ننشأ element عبارة عن document.create element أوكي وش نوع الـ element راح يكون أوكي ليه؟ لأنه شوفوا إحنا نحتاج ناخذها ونضيفها هنا أوكي تمام عشان كده راح ننشأ LI يعطيه الـ class اللي هي box item والتكس نود راح يكون النص اللي راح يدخل الـ user هنا أوكي فإذا سوينا الآن الـ element تمام؟ ممكن نخزن في المتغير قام راح نشتغل عليه راح نقول let i أوكي ممكن نعمله ستة class إذن LI بأكثر من طريقة ممكن حتى بـ class list لو حبي ما بمشكلة class list الـ class dot add اضيف لـ class ما اسم الـ class can نفس اسم الـ class اللي هي عشان يطبق عليه الـ style راح نقول box item أوكي بعد كده نضيف لـ text node فرح ننشأ text node بأي مكان لو حابين مم مشكلة ممكن حتى ننشئها هنا قبل ما نعطيها الـ class مم مشكلة راح نقول للحين document أوكي dot create text node أوكي الـ text node راح يكون عبارة عن النص اللي خدناه هنا وكيف راح نقول النص راح يكون book title ممكن طبعا تعمل validation على القيمة هذه إذا تريد تسوي trim أو شيء بكيفك طيب الان هذا عبارة عن text راح نقول let هذا عبارة عن text node نعم الان append لها child راح نقول li.append child كل هذا الشيء تعلمناها من قبل راح نقول text text node بعدين سويت لو تلاحظوا إضافة class يعني لك تمام لو بنطبع الحين li عشان تشوفونا راح نقول log li أوكي نجح نسوي بالcouncil هنا لو أدخل أي كتاب مثلا dom whatever dom مثلا سري إذا dom لاحظوا هذا هو li موجود عندنا هنا أوكي تم إضافة الكلاس وهذا هو النص المطلوب أوكي طيب الآن نحن نبغى نضيفه إلى بقية القيمة الكتب اللي هنا فعشان نسوي هذا الشيء هذا الشيء نحتاج نوصل له آآ هذا الليست أقدر وصل لها من خلال آي دي أو حتى من خلال الكويري سيلكتر ممكن نستخدم الكويري سيلكتر هنا فبنقول له let ul اللي هي بتكون الـ parent طبعا تساوي document.query query selector وأبدأ أجيب السيلكتر أبقى رأيي class selector إذا راح أحط نقطة أوكي طيب أوكي يفتر الآن يضيفه تعال نشوف إذا هذا هو قاعد يضيف لو أضفنا مرة ثانية مرة ثالثة شايفين الآن قاعدين نضيف dynamic لعلى الـ javascript أي كتب أنت تضيفه مثلا health care أوكي راح كمان سوري إذا health care راح الآن يضيفه وتلاحظوا بالأسفل أوكي إذا هذه الطريقة اللي احنا قاعدين نسويه راح تروح لأنه ما بثابته طبعا لكن تجد أن تسويه بطريقة طريقة معينة أوكي تمام طيب الآن نحتاج إيش نحتاج الحين نسوي validation لو بتلاحظوا guys لو أسوي enter شايفين قاعد يضيف لأنه ما سوينا validation صح فمفروض أول شي نتحقق أنه الـ book title لا يساوي empty string أوكي فممكن إحنا نقول له أنه F نسوي check راح نقول إذا كان الـ book title equals empty string فهنا راح نعرض رسالة أوكي أما else إذا كانت مش فاضية طبعا يستحسن قبلها أنه نسوي trim عشان يحذف المسافات من يمين والإساب راح نقول book title أوكي dot trim أوكي لأن string أصلا احذف لي من الطرفين القيمة الجديدة خلها إيهي للـ string أوكي هذي كل أساسيات الجافة سكيلت معالجة النصوص أوكي فإذا كان الـ book title يساوي empty string فأنا أبيك أتنفذ هذا اللوجيك أما else إذا كان لا فأبغاك أتنفذ هذا الكلام كله فشو هذا الكلام؟ إنه تنشئ الأنصر وتنشئ التكس نود وتبدو تضيفه إلى أوكي تمام؟ طيب نحن هنا نحتاج نعرض رسالة لو سوينا الألرت الألرت مزج بس ممكن نحن نسويها بطريقة أفضل مثلا هنا سنقول invalid أوكي مثلا بس نسويها بطريقة أفضل نعرض رسالة لو تشوفه الآن شايفين أنا قاعد يقول لي invalid ما قاعد يضيف الآن تمام؟ فهذه كلا توتبر يعني الأشياء التي شفتوه قبلها شوية الأساسية هذه توتبر أشياء إضافية عشان تسوي validation أوكي تمام؟ فهنا راح نقول إذا كان فاضي نحن نعرض لرسالة جاية تحت لرسالة خطأ فنروح للـ structure حقتنا نسوي مثلا Paragraph أو أي شيء أوكي؟ ونقول له مثلا invalid invalid أو مثلا أي سهلة تبقونا مثلا راح نقول هنا you have مثلا to enter the box title نو لازم ندخل عنوان الكتاب أوكي؟ تمام؟ هذه بتكون موجودة by default ممكن تسوي لها style لو حابين فممكن نقول style.css نروح تحت مثلا نسوي لنا كلاس نسميها مثلا error message مثلا ونبدأ نسوي الـ style حقها مثلا background killer خلي مثلا red أوكي؟ الـ color نخليه مثلا أبيض أوكي؟ ممكن نسوي padding لو حابين مثلا 10 pixel من كل الجهات أوكي؟ ونبدأ نستخدم هذا الـ class على هذا العاصر فنقول class اللي هي error message أوكي؟ تمام؟ طيب ممكن تسوون اشياء كثيرة عليها ممكن تسوون margin كمان؟ إذا margin ممكن margin top بس نحتاج margin top بمقدار مثلا 8 pixel أوكي؟ ممكن تصغرون هذه ممكن تضعونها border radius يعني هذا الشغل CSS ما يهمني أنا الآن أوكي؟ هذا الشيء تقدرون تنسونا بأنفسكم ممكن تصغرون حجم الخط شوي لو حابين ممكن تقللون ال padding مثلا مثلا ما نريد أن ندخل في presentation أوكي؟ لكن هذا الشيء التي تقدرون أن تنسونا أوكي؟ تمام؟ طيب هذه أحتاج أخليها مختفية فعشان كذا راح أعمل لها display ب none يعني افتراضيا راح أخليها ب none أوكي؟ يعني لا تعرض ومن يصير خطأ راح أعدل على ال inline style حقها وأبدأ أضيف لها أوكي؟ فأول شيء أحتاج أني أوصل لها ممكن تعطونها ID لو حابين وممكن توصل لها بال class selector أوكي؟ فإذا كانت فاضية فأنا أحتاج أني أوصل لها وعمل لها style inline style أقول لها display block عشان تعرض معنا أوكي؟ إذن نحتاج أن أخذها فراح نقول document.querySelector لأنها class أوكي؟ راح نقول dot تمام؟ ونوصل لل style أوكي؟ خاصية ال style الحين راح أوصلي خاصية ال display تكلمنا عنها من قبل إذن display يساوي وراح أقول لها block أوكي؟ تمام؟ طيب إذا الآن لو شوف لو أدخل نص بتمشي مع الأمور تمام؟ بس من أجي أسوي enter هنا لو تلاحظون يجب أن تضيف من أجي أدخل أوكي؟ فهذه تعتبر تعتبر أفضل من أدخل الآن شايفين؟ الحين قاعد يضيف يفترض أنه هذه تختفي أوكي؟ فعشان كده نسوي العكس هنا وإذا كانت لا مش فاضي لو كانت إيهي ظاهرة من قبل راح نقول حطها ب none أوكي؟ يعني خلها بك none أوكي؟ فالآن راح تكون منطقية أكثر قاعد يضيف الآن رسالة خطأ من أجي أكتب الآن وأضيف راح تأخذ فيه الحين في شيء كويس لو حابين طبعا تقدرون تسوي remove the class اللي تبون يعني في أكثر من طريقة زي ما قلت أوكي؟ لو حابين تكتب أول ما يكتب تختفي هذا الرسالة فنقدر أنه ناخد مثلاً هذا الألمنت بره ونضيف لـ event ولما يكتب تختفي هذا الرسالة فوقت هاش بنسويه ناخذ هذا بره كونه راح نحتاجها الحين فبأخذ بره كمتغير ومستقل أوكي مثلاً هنا نسميه مثلاً textField أوكي تمام؟ الآن نقدر نقول textField آمم هاذا نستبدلها ب textField .value أوكي والآن أضيف event لهذا textField أوكي فراح نقول textField أوكي .onkeyDown أوكي ممكن الآن وش نضيف function تمام؟ ما راح نسويه؟ أول ما يكتبه خليها تختفي أوكي فعشان كده سأخذ نفس الكود الموجودين أوكي تمام؟ فإذن هذه بعض الطرق أوكي لو بنلاحظوا الآن شوفوا الآن رسالة جايزة بس من أبدأ أكتب لو تشوفون تختفي هذا الرسالة أوكي تمام؟ فهذه الفكرة لاحظوا أنك تقدر تصويها بأكثر من طريقة كونك أنت أريد أن تعلّمت مفاهيم كثيرة فتقدر أنت الآن باستخدامها تبني أشياء متقدمة يعني حتى ممكن تتعدّل على logic ممكن تستخدم أشياء مختلفة غير اللي أنا استخدمتها هنا تمام؟ إذن هذا تطبيق بسيط مرة على لإشارة أنت تعلمتها الآن وإشارة أنت تستخدمها باستخدام الدوم أوكي؟ موسيقى